قناة الأنس الفضائية ويحلو الأنس مع قناة الأنس وقد نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نستقرئ معلما من معالم الهدى لما في القصة التي لا تخفى على شريف علمكم أمنا عائشة كان بقي من الشات قالت ذهبت كلها وبقي الكتف قال بلقول يا عائشة وكما قال عليه الصلاة والسلام بلقولي بقيت كلها ونأكل الكتف لما؟ هذا سؤال مهم جدا النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يوجه بلغة العصر يعيد تأطير المشهد أن بقي الكتف لا لم يبقى الكتف لأن الكتف سنأكله ولكن تلكم الصدقات من تلكم الشات هي التي ستبقى الباقيات الصالحات التي تبقى ذخرا لنا عند ربنا هكذا وجه النبي عليه الصلاة والسلام كذلك تغييره للأسماء وهذا ثابت في السيرة ابن القيم في كتابه الماتع يعني تحفة الودود في أحكام المولود يتحدث عن علاقة الإسم بالمسمى ولهذا احنا عنا كمسلمين نتعبد الله أن من حقوق الأبناء على آبائهم أن يختاروا لهم الإسم الحسن هذه المعاني إلى مدى تشير؟ تشير إلى معاني عميقة لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سألت إحدى الفضليات في دورة من الدورات ما هو التفكير الإيجابي عندك؟ أجابت بإيجاب سؤال المعنى ماذا يعني لك التفكير الإيجابي؟ قالت هو حسن الظن بالله هو حسن الظن بالله تفكير إيجابي كيف نتعلم هذه المهارة؟ كيف ممكن من ألم نخرج أملا من محنة نخرج منحة من غصة نخرج فرصة كلها معاني نجد أن القرآن أسس لها بعمق وجاد اليوم النظريات تتحدث على أن التفكير الإيجابي بمعنى آخر النظر إلى الجانب الملوء من الكأس كلها هي مهارة تصنع الفرق في حياة الناس في العلاقات الزوجية في تربية الأبناء في مجموعة من المواقف التي نعيشها ممكن أن نستحضر هذا المعنى كيف ممكن أن زاوية النظر تكون في شق إيجابي قناة الأنس الفضائية ويحلو الأنس مع قناة الأنس شكرا لنا